أنا وجهة طبعاً هي هذا الكنام برضو عشان الناس ما تلومك ولا تزعل منك في النقاش في بعض النقاشات نحن نعتبرها وجهة نظر أنت تعطي وجهة نظرك وأنا أعطي وجهة نظر يعني مثلاً هل الديكور جميل؟ ممكنك أحد يقول لك يا أخي والله مكرر مكرر يعني ما هو شيء سيء وجدك واحد يقول لك واو يعني جميل هذه وجهة نظر يعني أنت ما تقدر تقول للناس كلهم خلوكم بتفكيري و ذائقتي يعني أنت لك نكا و نلي نكا و الثاني و الثالث و الرابع إذا كنا نؤمن بالذائقات هذه فخلاص خلوه كل واحد يأخذ ذائقته و يتكلم عن ذائقته و يعبر عن ذائقته و هذه الذائقة ما هي شرط نعم ما هي ملزمة لك أنت ولا ملزمة يعني ممكن أنت تشخيصك هذه ما عجبتني يا إبراهيم طيب و مشرط تعجب لا فعلاً والله أكثر الناس يقول لك تكرار النجوم جيد تكرار الضيوف يعني ممل ممتاز يعني كيف نقدر نعالج هذا القضية يعني ممكن نكرر الضيف لكن نجيبه بشكل جديد ممتاز هو شوف إيش نحنا من نقول التكرار يعني تكرار الوجه شيء وتكرار المحتوى شيء وتكرار الفكرة شيء ثاني فلما نقول فيه تكرار لازم نفرق نحن أنت إيش تكسد بالتكرار يعني مثلاً شخص طلع بفكرة جديدة حتى و إن كان مكرر يعني ممتاز يقوله في بعض النجوم ما شاء الله عمره ممكن عشرين سنة ثلاثين سنة وهو نجم كل حياته برامل و الناس ينتظرونه يعني في كل موسم ينتظرونه يقولون إيش جديده و فيه واحد طلع مرة واحدة و الناس نسيه و انتهى هذا نجم و هذا نجم و هذا نجم كل واحد له ذائقته و له نكهته في بعضهم نفسه طويل ممكن يعني يمشي و جزء كبير أنا أعتبره يعني برضو نحن عشانا ما نقول مين يحكم بالتكرار جزء كبير النجم نفسه مقصود به يعني أنت كنجم ما الذي تقدمه يعني إيش جديدك يعني إذا أنت طلعت للناس بثوب مكرر و شكل مكرر و فكرة مكررة و كلام هو ترى نحن رأس مالنا المحتوى اللي نحن نقدمه يعني أنت لو ما عندك إلا نشودتين عليت أنا فيها إبراهيم سيقولون لك خلاص لا عندك بس في نكهة لنشيد نشيدين ثلاثة يتميز فيها إبراهيم و عنده شيء ثاني مو معناها ما عنده إلا هذا النشيد زي باسم ما عنده إلا الموالي اللي قاله في البداية قال في البداية موالي أنا سمعته طرب كلا ضرب إشادة إشادة إبراهيم ولا إشادة ولا إشادة ولا إشادة ولا تسكية ولا إشادة